بمناسبة عيد الفصح المجيد قال غبطة البطريار بيرباتيستابت سبالة في رسالة وجهها إلى الأصاقفة والكهنة والمؤمنين في هذه السنة يحمل إلينا عيد الفصح نبأ حب وسلام وحياة كل شيء يحدثنا عن الاحتفال والفرح وعن إله غير مصير العالم وحمل إلى البشرية نور رجاء جديد وتساءل غبطته قائلا كيف يمكننا أن نرى علامات القيامة عندما نرى في العالم صراعات ومظالم؟ وأفكر في هذه اللحظة في العنف الذي ما زال يدمي أرضنا المقدسة وفي أوكرانيا أيضا فهل من الممكن حقا اليوم أن نرى في حياتنا هذه علامات القيامة المسيح؟ وختم البطريار كوبات سبالة رسالته قائلا الاحتفال بعيد الفصح يعني الاحتفاء بالمسيح الذي يظهر لنا قوة الحب من خلال شهود شجعانة في الأراضي المقدسة وفي جميع أنحاء العالم